وفتحت التلاجة شافت فيها ملازة وطاب واستغربت ما شاء الله انت جبت الحاجات دي امتى كلمت عم لطف جبل التلبات دي لما بنته كانت بتنطف البيت طب ايه رأيك اعمل كم سندويتش كده ناكلهم انا وانت واحنا قاعدين لو كان لسه بدري كنت عملت لك كيك انت بتغرف تعملي كيك طبعا انت انا استاذة لما نشوف سكر الكام اذا مقرب من وشها بقولك سكر الكام واحدة ملعقة واحدة طب تعالي واشالها قاعدة على تربست المطبخ وهي كانتها تموت بالخجل انت هشلتني ليه عشان اعمل الكابتشين والسندويتشات لا لا انا هعملهم اعوذي مكانك وانا اللي هعملهم ماينفعش اذا مقرب منها وحوتها وهي قاعدة من وسطها طول ما انت تعبانة انا اللي هعمل كل حاجة مريم خلاص كانتها تتشلي مكانها طب اعمل اللي ريحك يعني اعمل اللي ريحني اه اذا مقرب منها وبسها واخدها في حضنه احضنيني قوي مريم همضت عنيها وبدلت الحضن وبعد شوية خرجها من حضنه شكرا يا مريم على ايه؟ لاني كنت محتاج حضن زي ده هتعمل الكابتشينو امتا؟ سواني وهكون مخلص الكابتشينو السندويتشات بدأ ايدم يجهز كل حاجة ويتجهز السندويتشات ويعمل في الكابتشينو مريم كان بتفرج عليه وكانت مبسوطة وكانت مبتسمة وهو شغال اتحكي مبسوطة طبعا وانا شغال شو لك مش قوي بكرة تتعلم كل حاجة اه ده انت دخل على طمع بقى على العموم انا قدمت على اجازة اسبوع كاملة اقعد معاك بقى علميني كل حاجة بجد اخدت اجازة؟ ايوة قلت لطارق يقدملي عليها من بكرة وهقعد معاك يا ستي وهعملك كل حاجة ده احلى خبر بجد ادم قلبه ده اليها هو لازم نطلع البلكونة دلوقتي مريم نزلت وقشها في الارض واتكسفت جدا ادم قرب منها وبس جبلها ما تخفيش انا مش هقرب مني غير لما الجرح اللي في وشك ده يفف خالص وده وعد مني كل الحكاية بس ان عايز انا وانسي نقعد في الليفينج شوية ونتفرج على التلفزيون ونقعد مع بعض واخدك في حضني ايه رأيك موافقة؟ المكان اللي انت هتكون مستريح فيه انا كمان هكون مستريحة فيه مريم انا بعشائك ادم وانا كمان بعشائك على الطريق السريع جمال ماشي سكرانه بيتطوحي منه الشمال ومش شايفه قدامه وكل شوية يجري ويعود ويقوم وحاسس كأنه في حاجات كتير حواليه وبيضرب الارض ويقوم يسقف بأديه وكان في حالة لا يرسلها وما كانش حاسس ولا مدرك بأي حاجة وبعد دقايق كان فيه شاحنة كبيرة جاية على الطريق والدنيا ظلمة وجمال ما كانش شايف العربية لكن فجأة جمال ظهر قدام العربية كأنه شايفها عصفورة وبيضحك والراجل اللي جنب السواء حاسب حاسب عد كم يوم على أبطالنا الحلوين ادم أخذ أجازة أسبوع كامل وكان جنب مريم اهتم بها جدا ومن كتر دلاله ليها لقبها بأميرة ادم مريم كانت مبسوطة جدا لكن كانت منتظرة أن ادم يحكي لها عن مضيح علشان عايزت ساعده وترجع أخته ملك وأبو الحضنه من تاني وبعد كده أدم أخذ مريم المستشفى وشالت الشاش والحمد لله ما كانش فيه أثر للجروح كان شوية حاجات بسيطة ودكتورة كتبت لها على كريمات وعلاج والأثار بعدها هتختفي في غصوم كم يوم فقط أدم رجع لشغله تاني وكان بيرجع ملهوف على أميرته مريم مريم كانت بتستنى بشوق كبير ولهفة وكانوا عايشين في ساعدة وكان بياخدها في حضنه ويقرب ليها باشتياء كبير أما طارق كان كل يوم والتاني ينطل رانا في الجامعة هي اتعلقت بي جدا أكتر من الأول وطارق هيموت ويتجوز رانا لأنه خلاص مش قادر على بعدها ورانا مبسوطة قوي إنها بتنرفزه بمرح أما ملك عارفت إن جسل بيحبها وهي كمين اتعلقت بي وكل يوم والتاني يتسل عليها علشان يقربها منه أكتر وهي بتروح أحيانا تقضي معاها وقت في الشركة ولكن هي متغزة من السكرتيري سوزي الموجودة في المكان ملك خايف هيكون حبها الجسر احتياج مش حب حقيقي فقررت تتزين نفسها فرصة علشان تشوف هي فعلا بتحبه ولا لا أما هنا كل يوم تفكر في أشرف إنها معقول هي فرحة كده أول ما عارفت إنه بيحبها يعني هي ممكن تكون معجبة بأشرف من زمان وما كانتش عارفة أما أشرف كل يوم والتاني يسأل رانا وهي يعني مش مريحة خالص وكل شوية تقوله أصبر يومين وهكلمها أشرف خلاص حينفجر منها على برودها معا عبير كانت بتعامل أشرف في الشركة زي ابنها الكبير وخافت تقرب منه بسبب طارق طبعا جمال توفى أثر حادثة وأهله دوروا عليه وعرفوا إنه في المستشفى وتوفى عن أثر حادث لأنه كان متعاطي كمية كبيرة من المخدرات وهو اللي ظهر قدام العربية فجأة وهدى وزياد والست الكبيرة نهادة اللي عايشة معاهم عايشين في حالة حزن جديدة زياد رغم سنه الصغير لأنه جريء وعقله أجور من سنه بكتير وأقسم إنه هينتقم علشان وأقسم إنه هينتقم لموت أبو عاصم طبعا تأكد من موت جمال وفكر إنه انتصر على الخير وحاليا بيفكر إنه خلاص لازم ياخد خطوة من ناحية جاسر بعد محرق الدليل لأنه عارف المتأكد إنه مهما يعمل مفيش فايدة إنه هنترجع له لأنها ما تخطبتش هو فكر إنه أنا بتقول كده وخلاص لأنها لو كانت تخطبت كانوا هيعملوا حفلة وجاسر هيعرفه وفكر بخبص شيطاني إنه يمضي جاسر بعد ما بقى جاسر يصق فيه جدا وقرر بعد ما يمضي جاسر ويبعدهم عن طريقه يلتفت لحياته والحبيبت الوحيدة اللي قلبه ده إليها إنه يجاسف وياخدها في حضنه ابتسام الحيزابونة بتفكر إنها تجاوز ابنها المدلة للشرير عاصم من أي بنت شارت تكون غنية جدا أولا طمع وثانيا تجاوزه عشان عاصم كبر في الزن أم الشريين طبعا عايشة في حالة حب مع مصطفى عزيز محمد بيذاكر بكل تركيز لكن أحيانا بيفكر في مريم وإنه زي هينتقم من آدم أو يطلق مريم منه في الجامعة صباح الخير يا أنا صباح الخير يا رونة فترتي أول لسه لأ لسه شكلنا كده هنروح هنروح ليه أنا لإنه الدكتورة تزرع المحاضرة ومش جاي الله الله أهزي الأخبار الحلوة بتيهانا أنا جات لي فكرة جهنمية تعالي معايا على فين بقى هنجيب فتار ونروح نفتر في مكان هتحبي قوي ومسكت إيديها وخرجه من الجامعة رونة جابت فتار ويروحها على المكان وبعد ما سأله على المكتب رونة خبطت على باب المكتب قال لهم أشرف أدخل ممكن أدخل يا أبي أشرف رفع راسه تشوف مين بس شاف رونة وقفها على الباب أهلا يا أختي ودخلت رونة أشرف مش متابه لأنه مشغول في الأوراق وشاول لرونة وقال لها اترزع مكانك أنا ورايا شوية أوراق مهمة هخلص شغل وشوف جاية ليه وكمان من غير معرف رونة شورت لهانا إنها تتكلم صباح الخير يا أشرف أشرف حس إنه بيتخيل صوتها واتكمل شغل هانا ابتسمت ورونة كتمت دحكتها وشورت لهانا نا وشورت لهانا إنها تقوله تاني صباح الخير يا أشرف أشرف رفع عين وشافها أم مرة واحدة والملف وقع من إيده والأوراق كلها تلق بطت هانا معقول هانا كانت عبارة عن كتل الطماطم لما نروح يا رونة إيه يا هانا مش هتسلمي على أخويا أشرف مصطفى عزيز هم هزيك يا أشرف عامل إيه أشرف زق رونة من وشها وقعدت على الكرسي أنا كويس قوي إيه أنت عامل أي دلوقتي الحمد لله كويسة لسه في حاجة بتوجعك مكان الوقع رونة لاحقت هانا واتكلمت بسرعة علشان عارفة هانا هتعبك الدنيا أيوة يا أشرف هانا الحمد لله كويسة وجينا نسلم عليك أنا قلت لها أن أنت كنت قلقان عليها وقد إيه كنت هتموت عليها وتتطمن اتفضلي يا نيسة هانا أعطي تحب تشرب إيه لا أنا جاي أفطر معاك ها قصدي يعني إحنا جايبين فطار عشان تفطر معنا طب يلا نفطر أنا جعانة قوي وقعدوا فطر كلهم مع بعض مبسوطين وأشرف كان أكتر واحد مبسوط هانا كانت متوترة جدا طب أنا هشتري حاجة نشربها طب أنا هاجي معيك يا رونة لأ خليكي أشرف عايزك في كلمتين أشرف الأكل واقع من بقه في دليا كوح اسم الله عليك يا قلبي إجمت كده وانت يا هانا أكيد عايزة تتكلمي مع أشرف نفس الكلمتين أصل أنا فتانة يلا بقى أسكوا مع بعض خرجت بسرعة وقعدت برة واتصلت على طارق وحكيت لكل اللي حصل في الجامعة لحد ما راحت لأشرف يا بنت اللزينة أكيد أشرف لما يروح يعمل مني الكفتة أهون عليك يا طارقة هتسيبوا يعملني الكفتة رونة يا عيون رونة رونة أنا هاجي أتجاوزك دلوقتي بالسرعة دي يا بيبي أيوة أنا استنتك كتير وكمان شاري ختم الخطوبة وشيلوا ودايما معايا في جيبي رونة أنا هتجاوزك وكملي تعليمك وانت معايا وفي حضني لا لا مش وقت ولا جواز ولا حتى خطوبة أنا اتفقت معاك لما خلص دراستي ليه إن شاء الله والله ما يحصل التلام ده تكلمي على قدك أنا هاجي أطلبك من أبوكي ولو رفض هحبسكم كلكم وقاف المكالمة في وشها والله بحب مجنون بعد فترة في الاسم